نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور صور إليها على صفحتها الخاصة بيّنت بوحدة منا مع زوجة سيد فريد رحمة وعبرت سيرين عن محبتها الكبيرة لزوجة بمناسبة عيد زواجهم وعلقت وقالت شريك حياتي وأحلامي كل عيد زواج والرب حامينا وحامي عائلتنا تحبك وتلقيت سيرين عدد كبير من التعليقات من المتابعين اللي تمنوا أنه يبقى الحب دايما جمعون فيجأ الفنانة المصرية هاني شاكر الجمهور بإعلانه تعرضه لوعك صحية ودخوله المستشفى قبل ساعات قليلة من إحياءه وحفله بدار الأوبرا بمصر ونشر هاني شاكر فيديو إلو على صفحته الخاصة قال فيه أنه تعرض لمشكلة بالقلب تتطلب يبقى 48 ساعة بالعينية المركزة واعتذر هاني شاكر من دار الأوبرا المصرية والجمهور اللي كان موعود بالحفلة أكدت مديرة فرع دمشق لنقابة الفنانين السوريين طمادر غانم لموقع الفن أنه الصورة اللي انتشرت للممثل السوري السامية الجزائري عالتخط هي من مشهد بالجزء الثاني من مسلسل الكندوش وأكدت أنه سامية الجزائري خلصت من تصوير مشاهدة وعم تعيش حياتها بشكل طبيعي ببيتها بدمشق ومعن بتعاني من مرض بعد ما انتشر خبر أنه عم تعاني من وعك الصحية وطلبت من المسؤولين عن الصفحات اللي نشروا على الخبر يتأكدوا منه قبل نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فيديو على صفحتها الخاصة وقت وصلت على المملكة العربية السعودية لتحيي حفلة مع الفنانة اللبنانية عاصل حلانة وتفاجأت نانسي بكمية كبيرة من الورد بالفندق اللي رح تسكن فيه واستعانت بكلمات غنيتها الجديدة جاية معاك لتعبر عن إمتنينة وشكرة للجمهور وكتبت كل الحب عاستقبالكن الحلو والدافئ بحبكن كتير وناطرة وشوفكن بكرة ونسهر كلنا سوا حفلة الرياض وعلق المستشار السعودي تركي ألشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عا فيديو نانسي بيرامز قلب بعد ما طرح الفنانة المصري عمري دياب فيديو كليب غنيته لجديدة الدنيا بترقص أثار ظهور الممثل المصري هدى المفتي بالكليب هي وعم ترقص جدل كبير عمواقع التواصل الاجتماعي كليب بأربع إطلالات صيفية مختلفة واستعان بمجموعة رئيسات وهو التعاون الأول لعمري دياب مع الموزع الموسيقى المصري أحمد إبراهيم الغنية من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، والكليب من إخراج طريق العريان كشفت عرضة الأزياء السعودية موضل روز عن تكلفة العملية الجراحية اللي شالت فيها طبقة من جلد شفونة ليوصعوا عينيها ونشرت فيديو على صفحتها الخاصة وقالت كتير سألوني عن تكلفة العملية كلفتني يا جماعة 3000 دولار، أنا بشوفها رخيصة كتير وعادية وفي عمليات أغلى منا بكتير كان معكم بمجاز الفن علي صولي لا تعرفوا كيفية الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com وأشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد